بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هنشرح الفرق ما بين الVAL والCONSTANT في البرمجة VAL and CONSTANT are terms used to describe different concepts related to variable declarations and data immutability Let's clarify each term يبقى VAL وCONSTANT عبارة عن مفهومين في البرمجة بيستخدموا عشان يوصفوا آآ مفاهيم مختلفة متعلقة بالvariable declarations تعريف الايه الـ variable بتاعي and data immutability Let's clarify each term خلينا نوضح كل term فيه الـ VAL is a keyword هي كلمة used in some programming language like Kotlin بتستخدم keyword في بعض لغات البرمجة زي to declare a variable عشان توضح متغير that is immutable يعني غير قابل للتغيير meaning its value cannot be changed after its assigned معناه ان القيمة ما بقدرش اغيرها بعد ما بعمل لها assign احط قيمة في المتغير ده Once a value is assigned to a value مجرد ما الـ value القيمة اتحطت في المتغير بتاعك It cannot be reassigned ما تقدرش تعمل لها reassign يعني تعيد أو بتحط لها قيمة تانية مختلفة It cannot be reassigned However, the value itself might still be mutable if it's reference to an object with mutable properties Example في لغة القتل هنعرف ده declaration VAL Poi equal 3.14 هنعرفين في الماثيماتيكس قيمة ال Poi ب 3.14 دي ساب ما بتتغيرش ففي الحالة دي هتبقى VAL عندي حلو? Once ان انا عرفت اللاين ده VAL Poi equal 3.14 ما اقدرش اجي تحتيه كده اقول Poi equal 2.16 مسلا هيدي لي مش هيستنى اصلا عليها في الـ runtime لا هو هيعمل هيقول لي ما تقدرش تحط قيمة جديدة للبول عايز تحط قيمة جديدة لها لازم الفال دي تبقى VAR variable عاد ساعة تقدر تعمل له reassign وتغير قيمة طيب تاني حدا الكنستانت usage الكنستانت is a term used to describe a variable that holds a value that doesn't change throughout the program's execution برضو قيمة مش هتتغير أسنى ال program execution الكنستانت الكنستانت are inherently immutable they are set to a value once بتتحط قيمة once مرة واحدة بس and cannot be changed afterward وما بتتغيرش بعد كم حاجة لها معنى احنا عارفين ان كلمة يعني حاجة سابطة فهي حاجة يعني لها معنى two values that are used multiple times in the code فانت لو فيه متغير هتستخدمه اكتر من مرة في الكود بتاعك تمام وحاجة سابطة مش هتتغير حاجة ان هي بليها معنى ان انت تعرفوا ومش هيتغير ده هيحسن الكود ريدابلتي كراءتك ليه الكود ولو حد هيعدل بعديك على الكود هيبقى بالنسبة له اسهل ان هو يبقى قابل للصيام بتتعرف عن طريق استخدام زي كلمة كونست في بعض اللغات البرمجة التانية كونستانت may be simulated using immutable variables VALs and uppercase naming convention to indicate زي كونستانت نيتيو اكزامبل في لغة الجوغة نعرف final double point equals 3.14 عشان نلخص الVAL is a key word used to declare an immutable variable in some programming language while constant يبقى الVAL هي كي وورد بتستخدم عشان تعرف variable متغير غير ثابت مش هيتغير بعد كله ممكن تختلف على حسب لغة البرمجة اللي انت بتبرمج به بالقبير هنا مكرنة ما بين الVAL as used in Kotlin في لغة الكتلين كونستانت 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 مش هتتغيب و هنا بتستخدم VAL و prominent كونستانت كونستانت كونست كونستانت تختلف هنا. هنا بتستخدم عشان تعرف قيم غير قابلة للتغيير. وهنا بتستخدم عشان تشير الى قيم مش هتتغير اثناء الـ هنا المتغير بيحمل قيمة وهنا المتغير بيحمل قيمة. ان انا نعمل هنا غير مسموح وهنا غير مسموح. مبني او بناء على لغة البرمجة اللي انت بتبرمج بي. you are working with. او اللي انت بتشتغل بي. المقارنة اللي فوق دي مبنية على استخدام في الكوتلين يعني المقارنة دي بتخص في لغة الكوتلين. ومفهوم الكونستانس البرمجة بشكل عين. بس دي كانت مقارنة ما بين الـ الـ